موسيقى Het Verbum The infinitive mit te of zonder te صيغة المصدر ب te أو دونها إذا كانت لدينا جملة تحتوي على فعلين فإننا نقوم بتصريف الفعل الأول أما الفعل الثاني فيبقى غير مصرف لكن يبقى هناك مشكل وهو متى نضع te قبل الفعل الغير المصرف ومتى لا نضعها وهذه هي القواعد إذا كان الفعل الأول هو فعل ناقص أو فعل مساعد من الأفعال التي رأيناها في درس سابق الذي يمكنك الاتلع عليه بالنقر على الرابط الذي يظهر الآن إذا كان الفعل الأول من هذه الأفعال فإننا لا نضع te قبل الفعل الثاني وكتذكير هذه هي الأفعال التي إن كانت في الجبلة فلا نضع te قبل الفعل الثاني أما في غير هذه الحالات فدائما نضع te قبل الفعل الثاني الغير المصرف والاستيعاب الدرس بشكل أفضل إليك هذه الأمثلة هذه الأمثلة الفعل الأول هو من الأفعال المساعدة أو الناقصة لذلك لا نضع te قبل الفعل الثاني إك فيل إن بريف نارمينزيس ستورا الفعل الأول هو فيلن والفعل الثاني هو ستورا قمنا بتصريف الفعل الأول إك فيل أما الفعل الثاني فبقي غير مصرف ولم نضع te قبله نفس الشيء الفعل الأول هو كونن والفعل الثاني هو ليزن لا نضع te قبله كذلك الفعل الأول موتن والفعل الثاني بيلن كذلك بيلن ليس قبلها te أما بالنسبة للمثال الثاني إن كان الفعل الأول ليس ضمن الأفعال النقصة أو المساعدة التي رأيناها من قبل وفي هذه الحالة لا بد من وضع te قبله الفعل الثاني الغير المصرف إك بروبير إن بريف نارمين فاميلي تستورا الفعل الأول بروبيرا والفعل الثاني ستورا وبما أن الفعل الأول ليس ضمن الأفعال الناقصة أو المساعدة لذلك قمنا بوضع TE قبل الفعل الثاني الغير المصرف نفس الشيء الفعل الأول بلوفن والفعل الثاني سخرايفن قمنا بتصريف الفعل الأول وبما أنه ليس ضمن الأفعال المساعدة أو الناقصة قمنا بوضع TE قبل الفعل الثاني